السلام عليكم أهلاً بكم أعزائي متابعاء القناة التعليمية مدرسة الشادلي مرحباً بكم من جديد اليوم سوف نرى صفحة 48 من كتاب فضاء رياضيات المستوى الثالث ابتدائي وصلنا إلى الدرس العاشر الدرس العاشر عنوانه تنظيم البيانات وعرضها تنظيم البيانات وعرضها 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 هنا في الحصة الثانية أكتشف واتمرر لاحظوا عن النشاط قال لك سألة الدر الدر سوى صحابه في القسم قال لهم ما هو الفاكهة التي يعجبكم ما هي الفاكهة المفضلة لدى كل منهم يقولوا ما هي تفاح ما هي تفاح ما هي تفاح البرتوقال ومواد ويبدأ يعلم في الجدول والمخطط الآتية هنا فاكهة المفضلة وهو هنا في الجدول وفي المخطط عندما أقرأ للأول قال لهم إجاز وتضع الشرطة قل وضع الشرطة وإنما يستهل علي الحساب من الصفحة تضع الشرطة لأخمسة بعد ذلك يقولون 10 يقول هذا هو خمسة وهذا هو جوج هذا لم يكن من خمسة إذن خمسة وهي ما ربعة ووحدة نشرطها الوسط فهمت الطريقة للحساب سوف يحسب واحد هنا يبقى جوج ثلاثة ربعة والخمسة يضربها واضح إذن سوف يحسب الإججاس البرتقال التفاخ ومن بعد أن يكمل هذا العدد منها هنا جوج هذا هي عشرة هنا خمسة وجوج سبعة هنا خمسة وواحد سبعة فالإججاس يجب أن يكون مختلفة ثلاثة 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 مختلفة ورسمة يتجب أن يكون في هذا المخطط ورسمة في هذا المغارب مثلا سوف يكون أكبر عدد هنا 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 ثلاثة 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 البرتقال في عشرة هي عشرة التفاح في سبعة يعني ما بين سبعة و ما بين ثمانية في النسخ يزيد يلون شيء شوية الوسط ما بين ثمانية و ما بين ستة السبعة هنا عنده الموز ستة هو جمعة ستة نيجة وداردك العمود دياله إذا فهمتوا كيف نطبقوا هذا الشيء هذا الجدول كيف نضعه في الرسم يعني دائما كنت ترى القيمة الكبيرة هنا وهنا الأنواع تضعهم هنا كما شفتوا دائما نحاول أن نضعوا الأسئلة ما هي الفاكهة المفضلة ما هي الفاكهة التي جاءت أعداد الناس مفضلة على الناس هي البرتقال في عشرة إذا الفاكهة المفضلة هي البرتقال سهلة هنا قد كم عدد أصدقاء إذا عدد صحابه في القسم ما نعرفه فكرون مزيئة ما نعرفه صحابه في القسم هنا أربعة يجبهم البعوي عشرة يجبهم برتقال تفاح سبعة يجبهم تفاح وستة يجبهم موز إذا ما تصحابه هي ربعة زائد عشرة زائد سبعة زائد سستة تفاح أربعة وعشرة أربعة يجب المفضلة أربعة وسبعة واناة 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 وانا العشرة فاكهة التي لم يعجبت الناس شو 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 هنا هذا الربعة هي الصغيرة فاكهة التي لم يعجبت الناس هي الإجراص واضح؟ نمر الآن التمرين الثاني شو شو مطلب منها فيه التمرين الثاني يقول أنا مخطط لبياني التالي ذلك يسميه مخطط بياني أو رسم مبياني أو مبياني بالأعميدة لم يسميه؟ هذا مخطط يمثل الرياضات المفضلة لدى بعض الطفلات وأطفال قسم التالي أطفال وطفلات قسم التالي يجبونهم رياضات إما كرة المدرأة وكرة القدام السباحة العدو الريفي قلت تسعه طفلات وأطفال يفضلون العدو الريفي ولوينوا الشريط المناسب لهم في المخطط فين هو العدو الريفي هنا؟ كرة المدرأة وكرة القدام سباحة العدو الريفي قلت تسعه 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 وممكن أن تدخل الوسط ويمكن أن تحركي لك بالزربة أجنب لن يخرج لك اللون على بره ونجر الملونة جيدة شاهدنا عندي الملونة واضح إذا ما هو؟ هو العدو الريفي نحن نلومه نرى ما نطلب من نفسه أجد الفرق بين الرياضة التي فضلها أغلب الأطفال والرياضة التي فضلها أقل عدد من الأطفال هنا العمود الكبير ما هو؟ هو هذا ما هي هذه الرياضة التي فضلها الأطفال؟ هي بطبيعة حال الرياضة الأكثر شعبية هي كرة القادم كما نعرف الفرق نرى نقلبه على الناس إذا 12 ناقص نرى العدد التي لا تريدها الكثير هي كرة المدرب كرة المدرب لا أحد أريدها؟ أربعة أربعة إذا 12 ناقص نرى 12 ناقص أربعة نرى كيف نرى؟ أثنان ناقص أربعة لا يمكن إذا 12 مجموعة ناقص أربعة تساوي تمانية ثمانية إذا الفرق بين الرياضة التي فضلها أغلب أطفال والرياضة التي فضلها أقل عدم أطفال هذا الأكثر وهذا الأقل إذا الفرق هو؟ ثمانية 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 ثم أربعة وهذه الصفحة الصفحة كما رأيتها 48 لتنظيم البيانات وعرضها هنا شفناها إلى اللقاء ثم نرى صفحة 49 باش نكملها إلى اللقاء